التي نتابعها مع أسامة الحمول أهلا بك أسامة نعم سهامدا هي جملة من التوجهات والأوامر التي يسدها سيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء أولا وبخصوص التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة وبعد عرض التقرير المرحلي الأول من قبل السيد المحافظة السامية للرقمنة أمر السيد رئيس الجمهورية بتسريع وطيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من المشروع ثم عرض تقريرها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء أما بخصوص عرض حول المزارع النموذجية أمر السيد رئيس الجمهورية السيدة وزير الفلاحة والتنمية الارفية بتغيير مهية المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل كما أمر السيد رئيس الجمهورية بإدراج المزارع النموذجية ضمن عجلة الانتاج الوطني خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقليات أما بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي للإيمان فقد وافق مجلس الوزراء على النظام التعويضي للإيمان توجهات عامة وافق كلف أقول السيد رئيس الجمهورية السيد وزير التاقة بنقل شكره وتشجيعاته إلى إطاراته وعمال شركة سونالغاز على مجهوداتهم التي انعكست إيجابيا على قطاع الفلاحة والإنتاج الوطني ككل لاختتم مجلس الوزراء جلسة أعماله بالمسادقة على مراسم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة كان هذا مشاهدين أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء لنهار اليوم أترككم مع سهام لمواصلة بقية النشر إليكسيا شكرا لك أوسام على هذا العرض شكرا لك